لم تكت تمضي ساعات على فتح معبري ترقوميا وبيتونيا الذين يعملان كنقطتين عبوراً للمساعدات المتجهة للقطاع حتى هاجم عشرات المستوطنين الإسرائيليين شاحنة شمال غرب الضفة الغربية لعرقلة دخول المساعدات إلى القطاع الذي يواجه أزمة جوع حادة الجيش الإسرائيلي تدخل لإنقاذ سائق الشاحنة وتبين لاحقاً أنه مواطن إسرائيلي عملية ليست الأولى من نوعها فهذا الاعتداء يضاف إلى سلسلة عمليات أخرى مشابهة تحقق الشرطة الإسرائيلية في تفاصيلها فقبل أيام فقط تعرضت سبع شاحنات مساعدات لعمليات نهب من قبل مستوطنين وذريعة المهاجمين حاضرة فهم يريدون وقف المساعدات المتجهة لحركة حماس ويتهمون الحكومة الإسرائيلية بتقديم هدايا للحركة عمليات نقل المساعدات هذه باتت طريقاً محفوفاً بالمخاطر فسائق الشاحنات يخاطرون بحياتهم وسياراتهم وحمولاتهم ومن ينجو بحياته قد لا تنجو حمولاته من النهب والتخريب فالمستوطنون يقفون لها بالمرصاد ولعل الأرقام كفيلة بنقل الحقيقة المؤلمة فقبل السابع من أكتوبر كان نحو ثمانمائة شاحنة تدخل القطاع ليتقلص عددها الآن إلى نحو مائتين ما يجعل القطاع يرزح تحت وطأة أكبر أزمة إنسانية في تاريخه وما يزيد الطين بلة أن هجمات المستوطنين واعتداءاتهم تبقى من دون رادع فالجنود الإسرائيليون يقفون مكتفي الأيدي أمام ما يجري ولسان حالهم يقول لا يمكننا فعل أي شيء